الزملاء والأعزاء والأصدقاء والإخوة والأخوات في كل مكان نحييكم بكل تحية ترغبون أن تسمعونها صباح الخير مساء الخير سعيدة السلام عليكم حياكم الله إلى آخر وتمنى لكم حياة سعيدة نيئة رغضة في الأماكن التي تعيشوننا فيها اليوم عندنا الحلقة 38 ببرنامج فتفضع خمسة لخمسة نحن بدأنا من سنة تقريبا واليوم هنتكلم عن أصائيس في المجتمع المدني نحن تكلمنا الأسبوع الماضي عن أصائيس في المجتمع المدني الجزء الأول واليوم هنتكلم عن أصائيس في المجتمع المدني الجزء الثاني واليوم كذلك هنتكلم عن رسالتي للشباب بعد ما هنتكلم عن عصائص في المجتمع المدني في هذا الجزء نشكر الأستاذة آية أبو زينب عن عرض الشرائح الفهرس بتاعنا اليوم طبعاً الموضوع المحاضرة اليوم موجودة على الفيسبوك كما أنتم شايفين موجودة على إنستجرام وموجودة على الرابط في موجود في الزوم في الصفحة قدامكم الفهرس بتكون من سبع نقاط أول نقطة لماذا تحارب المؤسسات الخيرية الدولية الإسلامية وتتهم بالإرهاب نقطة أمر اثنين اللي هي منهم طمم النفاق في المجتمعات نقطة أمر ثلاثة منهم أرجازات السياسة وبهلوانات صندوق الدنيا نقطة أمر اربعة يا بني رسالة ابني قد صنعنا لأنفسنا أصناماً وآلهة لنعبدها نقطة أمر خمسة رسالة من أصحاب الحقوق الهم الفقراء والمساكين في العالم إلى العالم اللا إنساني نقطة الساسة تفائلوا فإن الشعوب لن تضيع بإذن الله نقطة السبعة على من قلهم بحدوث الهجمات الإرهابية نقطة تمنى الرسالة النهائية للشباب اللي أنا حتكلم عنها بكرة حتكلم من المحاضرة دي باللغة الإنجليزية إن شاء الله أول نقطة لماذا تحارب المؤسسات الخيرية الإسلامية الدولية العالم وتفتهم بالإرهاب أنا عندي هنا خرابة عشرين نقطة أرجوكم أنك سبار معي أول حاجة إن هذه المؤسسات خاصة بعد حرب البصنة بدأت تعمل في مناطق السلاقات وبدأت تعرف الحقيقة الدامغة لما يحدث فيها دي المرة واحدة نمرة اتنين هذه المؤسسات بدأت تنشر ثقافة خيرية إنسانية جديدة وعتبر تحدي جديد للثقافة الإنسانية الموجودة حاليا وتمثل عائق وتحدي للثقافة الإنسانية الموجودة حاليا نمرة ثلاثة المؤسسات دي بدأت تعرف أسريب العمل الدولي وتكتشف النواقص في السياسات العمل الدولي وتحاول تصلح نمرة اربعة النقطة المؤسسات دي بدأت تصل وتؤثر على صناع قرار الإنسانيين الحياديين اللي ما عندهمش أي أجندة نمرة خمسة المؤسسات دي اللي هي العربية والإسلامية بدأت تكتشف الشعوب وتعرف الثقافة بتاعتها وتعرف متقادتها ومبادئها وقيمها وكيفية التعامل معها يبقى هنا كلنا عن أول خمس نقطة من العشرين نقطة النقطة السادسة اللي هي بدأت المؤسسات العربية والإسلامية تبني منظومة اسمها الدبلوماسية الإنسانية وتجعلها سياسة مؤسسية في بعض المؤسسات زي بعض المؤسسات الموجودة في تركيا النقطة الأمر السابعة بتهاجم لأن العمل الخيري هو القوة النعمة من أهم القوة النعمة اللي موجودة عندنا العمل الخيري القوة النعمة التي باستطاعتها النفاذ إلى ما تنفذ إليه القوة الأخرى في بعض الدول وبعض المنظومات لا تريد للعمل الخيري العرب والإسلامي أن يستعمل هذه القوة النعمة ديها نتكلم عنها نقطة تامنة أنها بدأت تكتشف مقدرات البلاد اللي بشغل فيها عشان تفتح مجالات استثمارية للدول اللي هي جاية منها وبدأت تستفيد من معلومات اللي موجودة في الدول دي اللي كل المؤسسات الأمنية والإسلاميات بستفيد منها بدأت تعرف مفاتيح القوة المؤثرة ومتصرعة في هذه البلدان والرموذ اللي موجودة فيها يعني بدأت تكتشف الخريطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمثل هذه البلدان اللي تعمل فيها نمرة التسعة بدأت تبني وعي عام عند المواطن العربي والمواطن المسلم أكثر من مصدقية من اللي ينشر الإعلام الإعلام اللي احنا عايشين في وسطه ده وبنسمع كلامه كل يوم إعلام كاذب إعلام كاذب إعلام كاذب بناء وعي عام لدى المواطن مسلم أكثر من مصدقية من ما ينشره الإعلام العادي أو خزان الإعلام الحكومي نمرة عشرة بناء الثقة عند الشعوب دي المستفيدة إنها جاية شايفة ناس متكردين شايفة ثقافة قريبة من ثقافتهم قيم قريبة من قيمهم عادات قريبة من عاداتهم لأن أغلبية الشعوب يشتغل فيها شعوب لا خلفية إسلامية أو عربية بناء الثقة لذي هذه الشعوب المستفيدة والمنحة في هذه المؤسسات والقائمين عليها نمرة عشرة بناء وإبراز قيادات إنسانية دولية جديدة زمان القيادات الإنسانية لون واحد شكل واحد ثقافة واحدة دين واحد لكن حالياً بناء وإبراز قيادات إنسانية دولية جديدة وعية ومدركة بأبعاد المجالات التي يعملون فيها نمرة أخذاشر بناء شبكات التواصل بين المؤسسات الإسلامية بينها بعضاً وبين المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية من ناحية تاني понятно من جهة المؤسسات الإسلامية من جهة أخرى لمؤسسات الإسلامية ومؤسسات غير الإسلامية علشان إيه؟ عشان تعمل المجموعات ضغط الإنسانية عن الحكومات والمؤسسات الأهمية والكتر الأخرى صناعة قرار الإنسان نمرة 12 الاستفادة من التنمولات المتاحة لأن هناك مليارات الأموال أو الدولارات موجودة ويستفيد من التنمولات المتاحة لدعم المشاريع لأن هذه المؤسسات العربية الإسلامية من مؤسسات دولية أو الأمامية والقرية المنحة نمرة 14 نشر ثقافة التطوع بين مجموعات الشباب بين الذين يمثلون أكثر من 50% بين في شعوب هذه البلدان والذين يخطط لهم في الكثير من أحيان الإحباط والضياع لكي لا تكون لدولهم قائمة يعني بدأت تنشر هذه المؤسسات العربية والإسلامية بدأت تنشر ثقافة التطوع بين مجموعات الشباب الذين يمثلون أكثر من 50% من شعوب هذه البلدان والذين يخطط لهم في الكثير من أحيان الإحباط والضياع لكي لا تكون من دولهم قائمة سواء كان في الدول المستفيدة من هذه المنح أو الدول المانحة العربية والإسلامية نمرة 14 إحياء مبدأ التكافل التكافل والتكامل القائمين على قائلة الزكاة والصادقات والهبان الزكاة والصادقات والهبان نمرة 15 إحياء إسلامي الإنسانية الأخرى في الدين الإسلامي زي الأضاحي زكاة الفطر العقائق إفتار الصائم كسبة العيد وغيرها وتنفيذها في الأماكن الحال وأصبح يكون هذا يعمل رباط لجسد واحد رباط روحي وعضوي لجسد واحد في كل مكان في العالم نمرة 18 حل جزء من مشكلة البطالة لأنه أصبح في عمالة جديدة في العمل الإنساني والعمل الاجتماعي في أموال في موظفين في سكرتاريا في شراء محاجيات إلى آخر إلى آخر حل جزء من مشكلة البطالة التي عاجز عن حلها الحكومات وعانتناها الشعوب نمرة 17 18 18 إحياء فرضية الوقف الإسلامي والوصايا الوقف الإسلامي والوصايا لتثبيت قواعد لعمل خير الإنساني الإسلامي وعدم جعله أرضى لأهواء المنحين نمرة 19 بناء منظومة مؤسسية منظومة مؤسسية العمل الخيري أصبح الثلاثة من يتكلم عن مؤسسية العمل الخيري في الماضي من 20 ي approaching 3 سنة ت caminat ومن يتكلم عن فرضية ومفاعلية العمل الخيري العربي والإسلامي بناء منظومة مؤسسية العمل الخيري الإنساني الإسلامي لكي نخرج من العشوعية والتخليدية والمهنية والحرفية والمؤسسية نمرة 20 لكي لا يكتب التاريخ يكتب التاريخ العمل الإنساني من وجهة نظر واحدة لكي لا يختب تاريخ العمل الإنساني الحديث من وجهة نظر أحادية لا تتمتع بالتعددية الثقافية. كل هذه النقاط بتجعل بعض الدول أو بعض المؤسسات أو بعض أنها تحارب مثل هذه المؤسسات العربية والإسلامية. ولكن لأسف أن الكثيرين من حكومات الدول العربية والإسلامية تتعاون مع الحكومات الأخرى لوقت هذه المسيرة الإنسانية الإسلامية الجديدة إرضاءً لترك الحكومات وليس إرضاءً لله ثم شعوبها فيما بعد. ولكن الله غير ما أمريه ونحن نشفق على الغافلين منهم في هذا الوقت. يبقى أنا عايشين نقطة دول أنا حطتهم من عندي على أنهم بيمثلوا بيمثلوا أسباب لمحاربة مثل هذه الجمعيات واتهمها بالتطرف واتهمها بالصدامية واتهمها بالإرهاب. الشريحة اللي بعد كده. النقطة تانية عندنا في المحاضرة اليوم اللي يبقى نسمع منهم قمم النفاق. في كل مجتمع فيه منافقين. في كل مجتمع حتى مجتمع رسول صلى الله عليه وسلم حتى مجتمع المسيح عليه السلام حتى مجتمع موسى عليه السلام حتى مجتمع إبراهيم الخلاق كلهم في المنافقين موجودين. فمن هم هؤلاء؟ أنا عندي عشرة منهم أكتبهم وطبعاً إحنا بالأسف في الوقت إيحنا عايشين فيه ده الوقت الغريب العجيب لأننا عايشين فيه دلوقتي نجد أن مثل هذه الأشياء لن أكتبه أنه سأسميهم أشياء ليش سأسميهم بشاري Johnson. مش هتنميه من قدمين بما انت موش لسيدني آدم لا السلاحة اللي قبلها ما نهم قموا النفاق أول حاجة رجل دين سياسة دينه لدنيا يعني خالي الدين دا كده سواء كان دين مسيحي أو يهودي أو مسلم أو داخله أو داخله وطوعه كله علشان يكسب منه قرشين ويبيع الدين بعرض الدنيا هي نمرة واحد نمرة اتنين قاضي قضى في حكم من أجل حفنة ريالات ولا جنيهات ولا دولارات ولا دراهم ولا الروات إلى آخرين خلاص قطوله الكيس على الطاولة بدأ يحكم ضد الأبرياء والمظارين نمرة اتنين حاكم كذب على شعبه حتى آمن هو هذا الحاكم نفسه بتكذب بتاعه فدل يجذب يجذب فدل تكذب 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 بأمنة إنها مش كذبة نمرة أربعة مدرس قاعد يدرس درس قيم من خاطئة وهو يعلم أنها قيم من خاطئة مدرس درس قيم من خاطئة وهو يعلم أنها قيم من خاطئة نمرة خمسة سياسي كذبة على شعبيه من أجل مصلحته مصلحت حزبه أو مصلحت المجموعة اللي هو شغال من أجلها نمرة ستة مؤرخ طمس معالم التاريخ عارف ده التاريخ الغلط لكن بيه يروج له لما احنا شايفين حاليا في التلفزيونات ومن بعض من يدعوا نفسهم أنهم مؤرخين وقارئين في التاريخ نمرة سبعة إعلامي تلوم بكافة ألوان الطيف السياسية ليبقى النهاردة مع الحكومة دي بكرة مع الحكومة دي السنة الجاي مع الحكومة دي وأي حكومة هتيجي حيبقى معها ويبسلال إيه اللي بس بتاعها يبقى قادي رجل دي مقادي وحاكم ومدرس وسياسي ومؤرخ وأعلامي نمرة ثمانية تاجر أنفق ماله لدعم إيه لدعم المنافقين والكذبة ماله 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 لدعم هؤلاء نمرة ثمانية تسعى رجل عسكري ترك ثغرة 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 لعدو وطنه خائنا للوطن ترك الثغرة ومشي أنت وظفتك أنك تقف تحمل حدود بتاعت الوطن تركتها ومشيت ليه ده اللي احنا نتكلم إيه عنه نمرة ثمانية تسعى رجل أمن عمل إيه بقى رجل الأمن ده أنقذ الجلاد وجلد المظلوم رجل أمن أنقذ الجلاد وجلد المظلوم في العشرة دول رجل دين وقادي وحاكم ومدرس وسياسي ومؤرخ وأعلامي وتاجر وعسكري وراجل أمن والسؤال هنا لنا كلنا اللي بيسمعوا معنا هل نحن من هؤلاء والهم بيننا بكثرة أم هم فئة قليلة بس بزبط الانترنت مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر نستمر إن شاء الله مع ذاتا دول اللي ممنهم قموا من النفاق هم العشرة دول رجل دين وقادي وحاكم ومدرس وسياسي ومؤرخ وأعلامي وإعلامي وتاجر وعسكري وراجل أمن المجموعة الثالثة من هم أرجوزات السياسة وبهلونات صندوق الدنيا وبكرة هتطلعنا بهلونات صندوق الدنيا اللي هم أكثر في عالمنا اليوم يعني من هم بقى دول بقى إيه الصفات أرجوزات السياسة وبهلونات صندوق الدنيا أول حاجة دي الصفات بتاعتهم وهم ليهم قرابة خمستاشر أو ستاشر صفة هم ليهم ستاشر صفة أو خمستاشر أول حاجة إنهم كالحرباء التي تغير لونها تبعا للتغيرات المناخية للبيئة دين مرة واحدة يبقى هؤلاء أرجوزات السياسة دول كالحرباء التي تغير لونها تبعا للتغيرات المناخية للبيئة دي مرة اتنين هم ناس الشعوب ما بتخترهمش لا تخترهم الشعوب لما عرفتها بهم انهم منافقين وعلى جزات لما تلاتة يتطفلون على فئات على فتات موائد اللئام من الطغاء دايما متطفلين دايما متطفلين على فئات موائد اللئام من الطغاء لما ربعهم جاهزين دايما جاهزين عندهم الحل السحلي لمن دايما جاهزين لارضاء زعمائهم وتغيب الشعوب نمرة خمسة يستطيعون التعامل مع الجميع خاصة مع من يهينهم بيحبوا الإهانة نمرة ستة لهم مصطلحات خاصة تربك العامة ما تفهمش ما بيقوله إيه ما تفهمش أبدا بيقوله إيه لهم مصطلحات خاصة تربك العامة وتفتن الحليم وتفتن الحليم ولا يفهمها إلا القلة المؤمنة من أصحاب الرسالات دي خاصة صفات من رجوزات السياسة اللي احنا بنتكلم عنها نمرة سبعة فيهم آية النفاق اللي هي التلاتة والكذب والفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة نمرة تمانية دائما ما يطبلون لمن يمسكون الصياط لقلد الشعوب دائما ما يطبلون لمن يمسكون الصياط لقلد الشعوب نمرة تسعة يغيرون تاريخ الشعوب ويبدلون تفسير الأحداث دائما هم اللي بيغيروا تاريخ الشعوب ويبدلوا كل شيء بحجة وهي وكذب وفرية يغيرون تاريخ الشعوب ويبدلون تفسير الأحداث نمرة عشرة يعيشون كخفافيش الظلام فحياتهم مقلوبة رأسا على عقب كمنازلهم كأفكارهم نمرة تسعة نمرة 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 أحداثر ليس لهم مرجعية ولا معايير ومعايير موازنهم للأمور كثيرة ومعكوسة كل شيء لمعايير جديد كل شيء لمعايير جديد ما تقدرش نمسكهم يبقوا عاملين كده زي الزقبق في إيدك عاملين كده زي الزقبق في إيدك بتاعيش حارفة نمسكيهم ده سلام مرجعية ومعايير ومعايير موازنهم للأمور كثيرة ومعكوسة نمرة 12 دموهم تقيل ومعفنين لازجون عفيهم لازاجة كده تحس فيهم الغلاسة والتلامة لازجون جدليون غوغائيون ومتملسون من مواقعات حقائق أخطأهم اللازاجة والجدل والغوغائية والتملس من مواقعات حقائق أخطأهم اللي هم بيعملون يعني بيقول الكلمة في أول اللقاء الإعلامي وفي أخر اللقاء الإعلامي بيقول كلمة الضهر على طول لهم أصوات كفرقعات القنابل وأعمال ليست لها أثار إلا أثار هدمة لكن ليست لهم أثار بنائة على الإطلاق نمرا 15 الشتان بيأخر من تصرفاتهم لهم تقدموا وتفوقوا على الشتان إذا ربنا له قبيس إذا ربنا طردوا من الجنة نمرا 15 لا يرقبون في أوطانهم ما يهم ما مش الوطن يبيع الوطن يبيع الشرف يبيع العرض يبيع الأرض يبيع كل حاجة يبيع نفسه لا يرقبون في أوطانهم إلا نولد منه رسالة للشباب في دي غيروهم ولا تتبعوهم مع الإطلاق وأهم وسائل التغيير هو الإصرار على بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية كي تحفظ البلاد وتراقب أداء القادة من العباد ده الحل نشتغلش لوحدك ابن مؤسسات ابن تكتلات ابن تحلفات تحلفات ابن اتلافات ابن اتحادات لكن ما تشتغلش لوحدك ده بالنسبة لليه اللي هو النقطة التالتة من النقاط التمانية أنا حكلم عنه دي كنت سأل كده كنت بكلم فيها كنت خيلت إن ابني قدامي في الغرفة معايا قلت أما أكلمه قلت يا ابن ايا يا ابن ايا ابن ايا ابن ايا يعني معنا ابني لسه أقل من 15 سنة لقد صنعنا لأنفسنا آلهة وأصناما لقد صنعنا لأنفسنا آلهة وأصناما يا ابن ايا قل للعالم لن تغالبوا الدين فتغلبوه أبدا إنسا إن الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبتة لأرض قطعة ولذبت نبقى يا ابن ايا قل للعالم لن تغالبوا الدين فتغلبوه لأن الدين متين وما غلبه مؤمن به إلا غلبه فما بالك يا ابن ايا بغير المؤمنين به والله غالب على أمره دي نمر واحد يا ابن ايا توجيه لبني يا ابن ايا لقد شهد العالم انهيار ممالك وأمبراطورياتك وأفكار الحادية كثيرة وجودية وشيوعية وهنا نحن نشهد تزلزل الفكر العلماني الأحادي الإقصائي والذي لن يدوم طويلا ولكن علينا يا ابني أن نعايش هذا الفكر بتدافع حسن وتوجيه حكيم كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه إن التدين طبع في النفس منذ الخليقة فالمرء مننا يجب أن يصبح له إله فياتبع الإله الذي ليس له طلبات تحد يعني البشر التانيين اللي بيعملوا إليها دول بيجيب إله حلوة كده يعملوا من عجوة يعملوا من خشب يعملوا كذا يعملوا كذا يعملوا كذا فالمرء مننا يحب أن يصبح له إله خلاص طبيعة فياتبع الإله المرء الذي ليس له طلبات تحد من حريته كعبادة الأصنام أما أصحاب الفطرة السليمة من أمثالكم أيها الشباب فلا أصنام لهم اللي يعبدوها إنما هو الله الواحد للأحد الفرض الصمت يا ابني إن سعة أفق وسلامة فطرة المؤمنين بالله هو الذي يجعلهم قادرين على أن يعبدوا إلها يعبدوا إله يحدد من حرياتهم الشخصية من أجل سلامة البشرية اكتساب حريات لا حدود لها في جنات نعرضوها كعرض السماوات والأرض عدها الله الواحد الغفار للمتقين يا ابني إن سعة أفق وسلامة فطرة المؤمنين بالله هو الذي يجعلهم قادرين على أن يعبدوا إلها يحدد من حرياتهم الشخصية أعبد من يحدد حريات الشخصية من أجل ماذا من أجل سلامة البشرية أرديات لا حدود لها في جنات نعرضوها كعرض السماوات والأرض عدها الله لكم إن شاء الله وعلم يا ابني أن العالم لن يستطيع إقاع الدر بحشرة إلا بإذن الله لا بإذن صنما أو فكرا نعبده أو نؤمن به وتذكر يا ابني أننا خلقنا من ماء المهين وخرجنا لهذه الدنيا من مخرج البولي المهين وذلك قبل أن نصنع من أنفسنا أو لأنفسنا آلهة وأصنع من نعبدها فلا تهني يا ابني أو تلعف فيدب في أدك اليأس وضع الله لأنه يجيب المضطرة الذي استنفذ كافة الوسائل التي أحلها الله فالخير وصفة الحياة فنفعله وأكونت مفارقا للحياة هذه رسالة نقاش بيني من طفل صغير علشان أقول له خبرتي في الحياة نحن كيف نعمل أصنام ونعبدها من هؤلاء القادة اللي عندنا النقطة الخامسة في كلمتي اليوم هي رسالة موجهة من أصحاب منهم أصحاب الحقوق أصحاب لا تسموا الفقير والأرمالة والمسكين والشريد والنازح واللاج لا تحذاري أن تسموهم مستفدين حذاري أن تسموهم أبدا مستفدين إنما هم أصحاب الحقوق إنما أصحاب الجمعيات وأصحاب المؤسسات وأصحاب الأعمال اللي احنا نقوم بها وأصحاب الرواتب اللي بتصرف علينا فده رسالة منهم من أصحاب الحقوق من المحتاجين من العالم اللي لا إنساني بيقولوا فيها إيه بيقولوا يا المسألون عن هذا العالم اللي لا إنساني نرجو أن تدركوا أننا لا نريد أننا لا نريد أننا لا نريد أموالكم أطعمتكم ألبساتكم مدرسكم مشافيكم منازلكم أدواتكم أسواقكم وضعفكم برامج الكتامية سياستكم الإنسانية لأنها لا إنسانية غير إنسانية مش عايزينها خلاص تعبنا إحنا تعبنا كفخراء تعبنا كأيتام تعبنا كمساكين تعبنا كأرامل تعبنا كمشردين تعبنا كلاقيقين تعبنا كنازحين تعبنا مقتصبات من النساء والأطفال وغزة تعبنا نحن نريد منكم أن توقفوا الحرب شوفوا اللي حصل في سوريا إيه شوفوا اللي حصل في اليمن إيه شوفوا اللي حصل مع اليجور إيه شوفوا اللي حصل مع الرهنجا إيه شوفوا اللي حصل في كونج الديموقراطية إيه شوفوا اللي حصل في غير رب السودان إيه كل هذه الأشياء شوفوا اللي حصل في أوكرانيا إيه نبكي على أخواننا اللي في أوكرانيا مسلمين هم صحيين سواء على حد سواء وقفوا الحرب والغلالات الجوية واسخلات المريمين المتفجرة وقفوا قتل الأمنين وتهجير المواطنين واغتصاب النساء ترويع الأطفال تعذيب العجزة تدخل الأجانب في شؤوننا وقتل مستقبلنا وقد مستقبلنا ده اللي احنا عايزونه منكم يا من تدعونا الإنسانية والديمقراطية والحرية نحن كأصحاب حقوق وفقراء ومساكين قادرون على ماذا؟ على بناء السلام بناء المجتمعات بناء الموطن بناء المستقبل بناء الأجيال بناء التقافة بناء القيم المجتمعية نحن رأسنا في حاجة إلى من يتباكون على أوجاعنا ولا يعالجون آلمنا أبداً مش فحاجة ليهم لقد مرت السنون وأنتم تتباحثون عن من أصبح مصيران في مقبر الحياة وتصنعون لهم حياة كريمة يعيشونها كفانا خداع كفانا نفاق كفانا كذب كفانا تضليل لا تتلاعبوا بأحلام البشر إن كان منا بشر شكراً وكفى أيها العالم اللي إنسان دي رسالة كنت كتبت باسم الشعبين اليمني والسوري منذ كم سنة وأعطت سياغتها مرة أخرى عشان تكون باسم كل الشعوب الممتحنة باسم كل أصحاب الحقوق الممتحنين في دنياهم النقطة السادسة برضك رسالة منهم بيقولهم تفاعلوا أولاء المسكين والأرامل والأيتام تسفاعلوا فإن الشعوب لن تضيع أبداً وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن نعلم من أضاع أخوك الشعوب المستضعفة خاصة في المنطقة اللي احنا عايشين فيها وشرد أبناؤها وشارك في اقتصاب مقدراتها نعلم كلنا عارفين إنهم المسلمون ثم العرب قبل غيرهم وهذا قد حدث من قبل في القضية الفلسطينية والعراقية والآن يحدث في القضية اليمنية والسورية وغيرهم من القضية الإنسانية الأخرى ونحن ندرك أيضاً أن ما يحدث هو نتيجة لماذا؟ لجهل لجهل القيادات الدنيا الزعمات السياسية ركاكة الأقلام الفكرية بحالة الأبحاث المجتمعية تضليل الوسائل الإعلامية وغياب مؤسسات المجتمع المدينة كل هذا يحدث نصب عيننا عشان كل هذا الجهل ما هو الحل؟ حل يقع في أن العدو الأول هو نحن نحن العدو الأول هو نحن وليس منها أبناء الأجيان والثقافات الأخرى وإن خططه ودبره لنا المكايد لكن العدو الأول أنا وأنت وأنت فالجرثومة التي لا تراها العين تخترق الجسد لا يمرد ثم يموت منها إلا الجسد الضعيف الذي لا يستعدى مناعة داخلية ما يمردش فقط إلا الجسد اللي ما عندوش مناعة داخلية فالجرثومة التي لا ترى العين تخترق الجسد لا يمرض ثم يموت منها إلا الجسد الضعيف الذي لا يسمى مناعة داخلية والحل يكمن أيضا المناعة الداخلية اللي هي بناء مجتمعات قوية ومتمسكة من خلال مؤسسات مجتمع مدني والحل أيضا يكمن فيه التواصل، التحاور، التناصح التصالح مع الأطشاف السياسية والتواقف الدنيا المختلفة أقرب لنا من غيرهم من أبناء الوطن بتاعنا وفي احترام الأراء السياسية والقيم الأخلاقية المجتمعية الأخرى لأن من يبني المجتمعات لابد أن يجمع فرقاء الشتات لأن من يبني المجتمعات لابد أن يصبح قادرا على تجميع فرقاء الشتات دي الأولى النقطة الأولى في الحال النقطة الثانية علينا معرفة حاجات المجتمعات المحلية المرتبطة بالقوة السياسية الإخليمية والدولية لأننا لا نعيش في ساحات الفروسية العنطرية يعني معنطرة بن شداد وبالفرس الحمداني وكذا وكذا بل في عصور السباقات الذرية السواريخ الفضائية والتواصلات المجتمعية ما ينفعش أما يبقى احنا عايشين في ماضي كان جميل بس أيام ما كان ماضي أما الآن في حاضر أليم لأننا مش متماسكين معه أنا أدراك دور المرأة والشباب في بناء المجتمعات وأدراك دور المكونات المجتمعية الأخرى من رجالات الأعمال أنا إنشاء ودعم المؤسسات البحثية الفكرية ومؤسسات المجتمع المدني أنا استثمار في التعليم استثمار في التعليم استثمار في التعليم وأنه بالفكر والثقافة والأدب ومعرفة التاريخ وبناء والنشوق الحضرات علينا إدراك أن المال جزء من الحل ولاس الحل وأن أصلاح ذات البين هو الحل بين أبناء الأسر العربية المسلمة لقد أخطأ الجهلة من القيادات المسلمة حينما يتحدثوا عن ما يسمى الإسلام السياسي فقط ولما يتحدثوا عن الإسلام المدني لقد أخطأ الجهلة 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 من القيادات المسلمة حينما يتحدثوا عن ما يسمى الإسلام السياسي فقط ولما يتحدثوا عن الإسلام المدني وهذا نسطحية تعلمهم وبساطة فهمهم وتلقنهم لمن بعدهم مصطلحات لا يدركون معناها فما السياسة ومؤسستها إلا جزء من المجتمع المدني الفسيح الذي اختزلوا وعمله في الأعمال التقليدية التي خرجت خارج نطاق الحاضر والتاريخ شفت بقى بنستعمل مصطلحات مش عارفين بمعناها ايه بتترميلنا لأن فيه مؤسسات بحثية ومؤسسات فكريبتر من المصرحات فبنجلي وراها عميون سمم بكم لم نعي أن قدسية وراح المسلم أكثر من قدسية الكعبة وهدوة الكعبة أكثر من مرة وبنيت مرة تانية ولا يظنوا بي إلا خيرا والآن المسلم يقتل المقتل لم نعي أن قدسية وراح المسلم أكثر من قدسية الكعبة وأن غير المسلم المواطنين لا يختلفون في حقوقهم المدنية الوطنية واجبتهم ودولهم الوطنية عن إخوانهم وأخواتهم المسلمين هم زينا بالزبط لهم ما لنا وعليهم ما علينا مواطنين فكما قالت حده بقى كده عشان تفرفشه شوي يعني فسيت لنا العرب المكلسوم لعب فيكم يا قادة يفح بيبكم اللي تابعين للقادة أما الحب اللي هو الإسلام والعروبة يروحي عليه يروحي عليه لعب فيكم يفح بيبكم أما الحب يروحي عليه يروحي عليه نمرة سبعة النقطة السبعة في الكلمة اليوم نتكلم فيها عن إيه على من نلق اللوم على من نلق اللوم في حدوث الهجمات الإرهابية لقد شاهدنا مناقشات سرية في كل مكان في العالم ولكن نريد بناء تضامن مستدام شاهدنا نقاش لكن ما فيش تضامن بناء تضامن مستدام في العمل الذي نريد أن نقوم به أنا هلقص هذه لقاء اللوم فيه ممكن أكثر من 20 نقطة أول حاجة الآن يا شباب أدركنا أنه ليس لدينا أصدقاء لدينا أئمة جهلاء ليتحدثون لغة البلدان التي يعيشون فيها خاصة في الغرب لا يعرفون ثقافتها أو حتى ثقافة مجتمعاتهم التي أتوا منها الآن أدرك يا شباب سلبية عدم موجود دور للشباب والنساء في مؤسستنا الآن أدركنا يا شباب أنه ليس لدى مؤسستنا الشفافية وقدرة على استيعاب الآخرين ومعاماتهم بالعد الآن أدركنا يا شباب أن العديد من قادة مؤسستنا قادة سياسيون يعملون لمصلحة جماعاتهم وليس من أجل مصلحة مجتمعاتهم المسلمة الآن أدركنا يا شباب أن حاكمت مؤسستنا ومساجدنا غير رشيدة الآن أدركنا يا شباب أن مجتمعاتنا المسلمة فقدت ثقتها في قاداتها التقليديين الآن أدركنا يا شباب أنها أصبحنا جزء من المشكلة ورأسنا جزء من الحل الآن أدركنا يا شباب أننا لم نتعلم من أحداث نيويورك في 2001 مدريد 2004 لندن 2005 نيروبي 2014 باريس في يناير 2015 الآن أدركنا يا شباب أنه علاقاتنا مع حكومتنا سيئة الآن أدركنا يا شباب أنه علاقاتنا مع المواسطات الإعلامية المرموقة غير موجودة الآن أدركنا يا شباب أننا لا ندرك ما هي عالم الديجيتال وقوة التواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعية الآن أدركنا يا شباب أننا خذلنا ديننا ومجتمعاتنا وأوطننا وأطفالنا الآن أدركنا 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 فما الحل إذن مرة أخرى دعونا نكف عن الكلام ونخسرنا هذه المرحلة دعونا خلاص دعونا ننسى مكاسبنا الشخصية وحضرنا من الدينة ونتواضع من أجل خدمة مجتمعاتنا دعونا نبني مؤسسات بحثية وفكرية يملكها المجتمع وليس الأفراد دعونا نكسب ثقة حكومتنا مؤسساتنا السياسية مؤسسات الدول والشعوب دولة والشعوب والشعب دعونا نتبرع بأموالنا لابناء منظومة مجتمع مدني قوي دعونا نبحث أو نحدث تعوعية مجتمعية من خلال تأسيس مجموعات للتوعية والضغط دعونا ننادي بالوحدة ونجعلها هدفا لنا جميعا دعونا نبني الجسور مع المجتمعات الأخرى دعونا نتواصل مع الإعلام المرموق الغير إثني أو طائفي كل هذه الأشياء جزء من الحل جزء من الحل لأن الحل ليس يعني لون واحد أو قماشة واحدة أو تفصيلة واحدة دعونا يا شباب نتوقف عن عن نستثمر في العقارات ونستثمر في الموارد البشرية في الموارد البشرية دعونا يا شباب نؤمن بأننا مواطنون في بلدنا ولسنا أجانب أمغتربون دعونا يا شباب ألا نصبح عنصريين داخل مؤسساتنا ومساجدنا وكناقسنا ومعابدنا دعونا يا شباب نتصدى لمشكلة الطلاق وتزلوج الشباب داخل مجتمعاتنا دعونا يا شباب نخرج من شرنقاتنا لنحية مع جيراننا دعونا نتوقف عن لعنة العقائد والأجيان الأخرى دعونا ندمر بيت العنكبوت قبل أن يقتلنا العنكبوت الأسود 16 نقطة في دعونا في الحل 16 نقطة في الحل ممكن أنتوا يا شباب تعملوهم 20 30 40 نقطة أنتوا أحرار فكروا فكروا واكتبوا وألفوا إن قائمة دعونا طويلة جدا ولكن دعونا أن نتفق فيها على هدف أو هدفين نبدأ بهم مسيرة نبدأ بهم مسيرة البناء البناء مسيرة البناء مسيرة البناء مسيرة ونحقق من خلالهما نتائج إيجابية ملموسة سريعة نكسب بها ثقة مجتمعاتنا مرة أخرى فنستطيع بناء الأساس المجتمعي لأوطننا أقولها مرة تانية إن قائمة دعونا طويلة جدا ولكن دعونا أن نتفق فيها على هدف أو هدفين لنبدأ بهم مسيرة البناء فنحقق من خلالهما نتائج إيجابية ملموسة سريعة نكسب بها ثقة مجتمعاتنا مرة أخرى ونستطيع بناء الأساس المجتمعي لأوطننا هنا بقى الرشالة اللي أنا حتكلم عنيكم للشباب مرة تانية الرسالة دي موجهة للمحاضرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات والمحاوزة المحاضرة واليوم لقد نقشت معكم يا شباب هذه النقاط خلال محاضرتين السابقتين اليوم والأسبوع الماضي مستعرضا فيها لكم تحدي جديد تحدي 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 عليكم أن تقبلوا التحدي وعليكم أن تصنعوا التحدي وعليكم أن تتحدوا الأخرين لقد نقشت معكم هذه النقاط خلال محاضرتين السابقتين مستعرضا فيها لكم تحدي جديد وهو بث الثقة في قلوبكم لابد أن تثقوا في أنفسكم لابد أن تثقوا في أنفسكم لابد أن تثقوا في أنفسكم كي تصبحوا قاضين على أن تفعلوا التالي أن تفهمون ما تقرؤون تعون ما تقولون تكتبون ما تدركون تأكلون ما تزرعون تلبسون ما تنسجون تعصرون ما تحصدون تركبون ما تصنعون تنامون على ما تنجدون تسمعون ما تعزفون تشدون ما تشعرون تنظرون لما ترسمون تتباهون بما تنحطون تنشرون رسالتكم لمن تشاءون وتتركون الإنسانية حضارة تعجت النظرون لابد الثقة تصنع ده الثقة تصنع ده الثقة تصنع ده والأربع عشر نقطة اللي أنا تكلمتي فيها في الأسبوع الفات الماضي واليوم هم المدخل مفهوم العمل الإنساني تعرفات مجتمعية كيتعلم الشباب ما هي الدبلوماسية الشعبية ما هو الوعي المجتمع ما هي مقومات الدولة العظمة لماذا تحارب من مؤسسات الإخيرية الدولية الإسلامية والتام بالإرهاب من هم قمم النفاق من هم أرجوزات السياسة برهوات صندوق الدنيا يا بني لقد صنعنا لأنفسنا أصناماً وآلاتنا نعبدها لسألة من أصحاب الحقوق من المحتاجين العامل إن لا إنساني تفاعلوا لسألة تفاعلوا الشعوب لن تضيعوا بإذن الله على من نلقلهم كل هذه الأشياء نعيشناها الأسبوع اليوم والأسبوع اللي فات إن ما أعريهم منكم يا شباب الثقة القائمة على أمرين العلم والإيمان الثقة القائمة على أمرين العلم والإيمان الرسخين بصحة إيه بقى؟ صحة معتقدتكم قيامكم أخلاقكم تاريخكم ثقافتكم حب أوتانكم حضرات أنشأها أسلافكم فإن توفات هذه الثقة الرسخة القائمة على العلم والإيمان أصبح ما شاء الله ما شاء الله لكم في مقدوركم يعني ربنا كما عملوا هيبقى في مقدوركم تحصلوا عليه فأصبح ما شاء الله لكم في مقدوركم فتتقدمون الشعوب بالعلم وتسبقون الأمم بالفكر والرأي والفلسفة فتضعون المجتمعات أترا لمسائرات ومسالك يسلكونها والسطرون الإنسانية قوانين تحميها من غلو طغتها وظلم أبنائها وتصنعون حضرات يعزل التاريخ عن تبويب إنجازتها إن كانت أصدقاء اللي احنا نكتسبها قائمة على العلم والإيمان فتصبح مشيئة الله في مشيئتنا يرضى بها عنا تتقدمون الشعوب بالعلم تسبقون الأمم بالفكر والرأي والفلسفة تدعون المجتمعات أترا لمسائرات ومسالك يسلكونها وشترون الإنسانية قوانين تحميها من غلو طغتها وظلم أبنائها وتصنعون حضرات يعزل التاريخ عن تبويب إنجازتها نخش في منظومة لا أردكم يبا احنا تكلمنا قبل كده عن كذا حاجة والنهاردة هنتكلم النقطة دي في رسالة للشباب لا أردكم لا أردكم أن تحبطوا لكثرت ما تشاهدون ليلة نهار مما يدور حولكم من أحداث تحدث للشعوب العربية والأقلالات المسلمة في العالم الأرضي أو الكوكب الأرضي لذلك لا مفيش إحباط انسى زيلوا كلمة إحباط من القمص لا أردكم أن تحبطوا لسقوط أقناعة الأقناعة سقطت وعرفت أن الشعارات الكذابة الخدعة لا أردكم أن تحبطوا لسقوط أقناعة الديمقراطية العدالة المساواة الحقوق الحريات الإخاء العدل محاربة الاتفاقات المجتمعية عن أوجه ما يسمون أنفسهم بالدول المتقدمة أو الدول المتحدرة لا أردكم أن تحبطوا لكذب الإعلاميين نفاق رجال الدين تدليس السياسيين إفطراءات الأحزاب السياسية عجز الجماعات الدينية ضعف وتبعية الحكومات الوطنية لجهات أجنبية وعن المؤسسات الأممية ومثلاتها من المؤسسات الدولية والأخنمية لا أردكم أن تتشبهوا بأعداء القيم والمبادئ والأخلاقيات الدينية حضرات الإنسانية أو النهضات المجتمعية أردكم أن تتأثروا بحملات لا أردكم أن تتأثروا بحملات الإسلامفوبيا فلسفات الحرب على الإرهاب قوانين تكفيف منابع المؤسسات العربية لا مفيش مفيش إحباط مش حنحبط مش حنحبط مش حنحبط فلما استيقاسوا الرسل استيقاسوا لكنهم لم يقاسوا بلغوا رسالات وقدوا الأممات ونصحوا الأمم وكشفوا الغمم عن شعوبهم أيها الشباب أحباب الله رسالة أخرى حذاري أنا بقى التحذير حذاري أن تفقدوا الأمل في لملمة شتات مجتمعاتكم معالقة جراح أمتكم بناء مستقبل أجيالكم تشييد أركان نهدتكم وغرس دعائم حذارة شعبهم أبدا حذاري أن تفقدوا الأمل حذاري أن تركعوا لإنسان أو مخلوق أو جماد فإن الركوع لا يكون إلا لله الخالق الوهاب حذاري أن تعلوا كلمات لا تؤمنون بها وتشدوا بترانيم لا تريدون سماعها وتدافع عن أخلاقيات لا وجود لها حذاري حذاري أن تعلوا كلمات لا تؤمنون بها تشدوا بترانيم لا تريدون سماعها وتدافع عن أخلاقيات لا وجود لها حذاري أن تهملوا العلم والمعرفة والاستقراء والاستنباط والاستدلال والاسترشاد والبحث والدراسة كأدوات رئيسة في بناء النهضات وتشهيز الحضرات حذاري أن تهملوا العلم والمعرفة والاستقراء والاستنباط والاستدلال والاسترشاد والبحث والدراسة كأدوات رئيسة في بناء النهضات وتشهيز الحضرات حذاري أن تهملوا التاريخ فهو معلم الأجيال معلم الأجيال ومسطر مسالك التغيرات المجتمعية البانية لمستقبل الأمم حذاري حذاري أن تهملوا منظومة الأسرة أو مؤسسة الأسرة فهي أهم مكون مجتمعي أقيم على أكتاف بانيها اللي هو الزوج والزوجة كل حضرات الأمم فالأم مدرسة تعلم الأجيال والأب نبراسا يضيء الطريق للأسرة ويحميها ويعل شأنها أو بدون الأسرة لو يجل لمجتمعات ولا صناعة لأوطان ولا بناء لحضرات ونهضات الأسرة مهمة جدا هذا لأن تغلوا في حب أراءكم في غلو ومناصرة مشايقكم وقوادتكم وزعمائكم في غلو غلط فإن كل غلو مكروه ومذموم حتى ولو كان في حب من كانوا على الحق أبدا الغلو مرفوض ولو كان في حب من كانوا على الحق لأن كثرة الغلو تميت القلب وتشخص القضية وتجعل الرسالة رسالة فردية ونحن رسالتنا خالدة أبدية للإنسانية في كافة العصور وقصة الغلو تجعل الآخرين يتعصبون لأراءهم ويكرهون رسالة ما تدعون إليه ورسالتكم ورسلكم وأنفسكم يكرهوا رسالتكم وما تدعون إليه ورسل بتاعكم ويكرهوكم وهذا حتما سوف يؤدي إلى انقسامات مجتمعية لأن ندهى أن تحدث على الأطلاق داخل المجتمعات حذاري أن تغلوا في الحب الغلوا في الحب مكروه حذاري أن تكونوا أول من يصدقون فاسقا كما قال الله سبحانه وتعالى فإن جاءكم فاسقهم بنبئ فتبينوا إن جاءكم فاسقهم فتبينوا أن تصويب قوام جهالة وتصبحوا على مفعالة النادمين حذاري أن تكونوا أول من يصدقون فاسقا أو تكذبون صادقا ورسلكم كانت كنيته الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حذاري أن لا تقفوا للحق وتبحثوا عن حقيقة الحق وتدافعوا عن أصحاب الحقوق ولا تؤثرون القوانين التي ترفع البلاء والغم عن أبناء المعمورة فإن الحق اسم من أسماء الله سبحانه حسنا فكونوا فكونوا مع الله أينما كنتم حيث ما كنتم حذاري أن تظلموا إنسانا أو تعذبوا حيوانا أو تهلكوا طيرا أو تقلعوا زرعا حتى وإن كان هذا الإنسان من غير الملة فالإنسان هو الإنسان الذي كرمه الله بأن جعله خليفة الله في الأرض فإن عقية الإنسان تترك له فسوف يحاسبه عليها من خلقه ولا تجعل الدين والثقافة واللغة والعرق والجنس ذريعة ذريعة لظلم الآخرين فالظلم ظلمات يوم القيامة فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بينكم حذاري أن لا تعيشوا لرسالة تنشرونها أو لقيمة تزرعونها أو لخلق ترفعونه ألوع أو لوعي تنفعون به من حولكم من أبناء المعمورة فالوعي هو الرقل الأساسي في رسالة كل نبي ورسالة كل مصلح ورسالة كل رسول أيها الشباب نحن بين منظومة لا أريدكم ومنظومة حذاري كي نستطيع أن نبني منظومتين أن نبني بكم يا شباب آفاق مستقبل الأمم بإذن الله وإن الله وأنا كل ثقة فيكم أنكم قادرون على إنجاز هذا فإن التزمنا بتنفيذ معايير هاتين المظلمتين حذاري وإن أريدكم القائمتين على العلم والإيمان نستطعنا بناء مجتمعات تجمعنا جميعا مع كافة أبناء إنسانية سعداء متحبون متكاملون متأخون غير ناظرين إلى اختلافاتنا العرقية والثقافية والدينية فالعالم يسعنا جميعا ويسع أمثلنا وأمثلنا وأمثلنا عليكم ورحمة الله وبركاته